أفشا لاعب زكي لاعب مميز لاعب مؤسر لاعب في كل تفصيلة مهم أفشا تعرض لكثير من الانتقادات الفترة الماضية بسبب تصريحاته اللي كان فيها تلميحات على زميله ورغم كده قادر أفشا انه يحافظ على هدوءه كلر خلاه يبعد شوية بس دايماً بيقدر يحطه في المكانة الكويسة يقدر يحطه في المكانة المحترمة أنا بالنسبة لي أي لعب كرة في الدنيا عايز يشارك تسعين ديها مع الوقت الضيع مع الوقت الإضافة وكل حاجة بس أنا لو مدرب وحطتك في المكانة السليمة خليتك تاخد اللقطة حتى لو هتشارك في عشر دايق فده شيء مهم جداً لها يا جماعة بكل بساطة أفشا ما بيشاركش مع النادي الأهل كتير كأساسي نمرس الكورولر في خطة 4-3-3 عنده واحد بيلاعب رقم 6 اللي هو مرون عطية أو كوكا أو أي حد هو بيحطه في المركز ده عنده اتنين تمانيات بيحط إمام عشور وعمر السلية أو أكرم توفيق عشان هو بيبقى في دماغه حاجة واحدة بس أنا عايز الاتنين اللي بيعابه تمانيات دول يكونوا بيدافعوا كويس قوي وبيهاجموا كويس قوي أفشا قدراته الهجومية أنا وإنت ما نختلفش عليها وأكيد مرسي الكورة ما نختلفش عليها أنا بقولك فكرة الراجل أكيد ما بيزلمش أفشا إحنا بقى اللي بنحب الكورة اللي بنستمتع بالكورة عايزين نشوف أفشا في الملعب طول الوقت أي لعيب حريف أي لعيب عنده لقطات حلوة في الملعب عايزين نشوفه طول الوقت بس هزا تحط مكان حط نفسك مكان المدرب أفشا لعب بالتأكيد لها بعضي وفي كل المواقف اللي هو كان فيها وبتحط فيها بيقدي بشكل كويس